موسيقى أهلا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في مشوار جديد من مشاوير برنامجكم شاهد وشواهد ضيفي وضيفكم في هذا المشوار المحامي سليمان الجبوري وقبل أن أبدأ لا بد أن أقول أن المحامي سليمان الجبوري هو الذي تولى الدفاع عن عدد من الذين تم اعتقالهم من رموز النظام السابق من الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الأمريكية قوات الاحتلال الأمريكية بعد احتلال العراق عام 2003 لكن قبل ذلك يعني أريد أن ننوه أن ربما هذه الحلقات تناول جانبا من تاريخ العراق الذي يتعلق بشخصية عراقية وطنية هو الفريق أول الركون سلطان هاشم أحمد الذي توفيه يوم 19 سبعة الفين وعشرين أثر نوبة قلبية في سجن الحود في الناصرية وكان قد سلم نفسه إلى قوات الأمريكية في شهر ستمبر أيلول عام 2003 اعتقل لمدة نحو 17 سنة ظلما وعدوانا هذا ما سيتحدث عنه المحامي سليمان الجبوري دعوني أولا ورحب بضيفي وضيفكم الأستاذ سلمان الجبوري أهلا ورحمة أستاذ سليمان الجبوري حياك الله أود أن أشكرك على إتاحة الفرصة لي وأشكر قناة الرافزين الملتزمة بقضايا الشعب العراقي حياكم الله أهلا ورحمة أستاذ سليمان قبل أن أبدأ أريد أن أسألك أنت ولدت مثل ما أعرف عام 1957 ودرست الجامعة وكلية الحقوق في جامعة الموصل في أي سنة درجت الحقوق وكيف أصبحت محاميا هذه المهنة كيف مارستها بالبداية يريد أن نعرف ويعرف الجمهور هذا الرجل الذي أمامي الآن والذي يقدم شهادة للتاريخ مهنة شلون تطورت كيف تطورت هذه المهنة وكيف أصبح محاميا وسأسألك بعض الأسئلة عن هذه المهنة وارتباطها بما حصل بعدها عام 2003 نعم تفضل شكرا جزيلا طبعا أنا مع بداية تأسيس جامعة كلية القانون في جامعة الموصل نعم لأول مرة في تاريخ جامعة الموصل عام 81-82 من البداياتي كانت بهذا التاريخ بهذه السنة لكن بسبب ظروف الحرب والخدمة العسكرية حرب العراقية الإيرانية الحرب العراقية الإيرانية رافق ذلك انقطاع عن مواصلة الدراسة لكني بعد تسريحي من الخدمة العسكرية ووصلت الدراسة في الصف الثالث والرابع وتخرجتها سنة 90-91 نعم بعد تخرجي بشهرين قدمت انتماني إلى نقابة المحامين وأديت القسم ممام رئاسة محكمة استيناف في بغداد وحصلت على عضوية نقابة المحامين ثم مارست عملي في محاكم الموصل في محاكم التحقيق وفي محاكم الأحوال الشخصية وفي محاكم الجنايات وفي محاكم البداية ومحاكم الجناح استمريت من عام 91 إلى حتى عام 2006 كمحامي في المحاكم العراقية يعني محاكم المدن العراق المختلفة بين بغداد وبين كاركوك وبين عدة مدن يعني عندما حصل الاحتلال عام 2003 كان مضى عليك نحو 12 سنة وأنت محامي نعم تمارس المحامات ربما يتبادل إلى الذهن وكثير من المشاهدين اطلع ولا حضرتك أو شاهد وحضرتك وانت تتكلم عن أنك دافعت عن الكثير وانا قلت هذا في المقدمة نعم وكلت عن الكثير من رموز النظام السابق ودافعت عنه أمام المحكمة التي سمتها جنائية العراقية العليا المنحلة نعم المنحلة انحلت في عام 2011 نعم نعم كثير ربما من العراقيين يتساءلون لماذا سليمان الجبوري في العراق هناك عشرات الآلاف من المحامين لماذا هذا الرجل كلف بالدفاع عن هذه الشخصيات ومنهم من سنتحدث عنه مطولا الفريق أول الركون سلطان هاشم أحمد رحمه الله لماذا حضرتك كنت المحامي عن هؤلاء من دون يعني كثير من المحامين في العراق نعم طبعا مهنة المحامة مهنة الجوابرة مهنة المتاعب مهنة المخاطر يعني الركوب على أجنحة الخطر أن تحمل روحك على راحة يدك وتدخل في هذا المعترك في ظروف الاحتلالين الإيراني والأمريكي ظروف صعبة جدا ومحاطة بالمخاطر أنا حقيقة لم ألتحق بالمحكمة في بداياتها المحكمة بدت في الشهر العاشر في الثامن عشر من أيلول 2005 سبقتها في واحد سبعة 2004 تحقيقات مع إداعش مسؤول من مسؤولي النظام الوضواني العراقي نعم على رأسهم الرئيس صدام حسين أنا لتحقق في الشهر الرابع بداية الشهر الرابع نهاية أذار عام 2006 في الجلسة الرابعة عشر من قضية الدجيل نعم في حالة كلش صعبة وخطيرة وحساسة بعد مقتل أو اغتيال واستشهاد محامين اثنين وجرح محامي ثالث المحامي عنتر عواد الجنابي ساعدون عنتر الجنابي والمحامي الآخر عادل العبيدي نعم وجرح محامي آخر أحدهم كان محامي الاستاذ طاهر في رمضان الراحل يعني شاركوا في جلسات الدفاع عنه وبعد ذلك قتلوا تم تصفيتهم الجلسة الأولى بدأت في سمنطعش عشرة الفين وخمسة نعم جلسة الدجيل الأولى في اليوم الثاني تم اختطافه اختطاف ساعدون عنتر الجنابي وقتله نعم طبعا تنويعا المرحوم ساعدون عنتر الجنابي كان مدير عام في وزارة الأوقاف نعم وحصل له حادث تم فصله من الوظيفة لكنه من موقف وطني جاء مدافعا عن المعتقلين نعم في المحكمة أجلت المحاكمة نعم بعد أن قام المحامين باحتجاج وتعليق مشاركاتهم نعم بعد عشرين بعد أكثر من يعني عشرين يوم إلى الشهر نعم تم قتل محامي آخر نعم المحامي الثاني عائل مرحوم عادل العبيدي نعم وأجلت المحاكمة فأنا دخلت كما ذكرت لحظتك بداية الشهر الرابع في الجلسة الرابعة عشر محاميا عن نستاذ طهيسي رمضان نعم لم يكن في حقيقة يعني في بالي أن أكون مشارك يعني أو ألتحق بالدفاع عن الرجال النظام الوطني مسؤولين نظام الوطني يعني هي القدر اختارني نعم غير وطنية أنا لم أدافع عن أشخاص نعم بعينهم ولم أدافع عن حركة سياسية أو حزب ولم أدافع عن نظام أنا دافعت عن العراق في ذهني وفي تفكيري ذهن أن العراق استهدف وليس حزب أو رئيس أو أشخاص مسؤولين كل العراق بتاريخه تم استهدافه بالاحتلال نعم بالاحتلال الأمريكي نعم والذي ألحق به الاحتلال الإيراني فالتحقت في يعني كما ذكرت بظروف صعبة جدا وكانت يعني موامرة يعني أنت تطوعت لهذا العمل نعم نعم بس أنا محامي يعني طوعت محاكمة محامي مهني نعم لست شريكا مع المتهم نعم أي شخص يعني دافعت عنه أفكر أن بقناعاتي حسب ما أرى في كل قضية أوراق الدعاء من الوثائق والمسندات مدى يعني براءة هذا الرجل من هذه التهمة المسندة له واستمرت إلى عام 2011 يعني أستطيع أن أقول دكتور نعم أنا المحامي الوحيد الذي استمرت إلى عام 2011 من المحامين الأصليين لأن هناك محامين منتدبين نعم معينين من المحكمة وهناك محامين أصليين نحن المحامين الأصليين سليمان أريد توقف هنا وأسأل حضرتك وأنت تخطو أول خطواتك باتجاه الدفاع عن هذا الرموز التي تحدثت عنهم وكنت تقول لي أن هذا الاحتلال بقناعتك لم يستهدف حزبا لم يستهدف نظاما واستهدف العراق والعراقيين وهو احتلال غير شرعي ظالم مدمر للعراق وأنت تخطو هذه الخطوة هل كنت تعتقد وأنت ذاهب للدفاع عن رموز للنظام سابق أنك تستطيع أن تحقق العدالة لهم أو أن تخرجهم من أسرهم من اعتقالهم أن تحقق العدالة لهم في ظل نظام غير شرعي نظام احتلال سلطة احتلالية هل يعني هل القطر في ذهنك أنك يمكن من خلال هذه المحكمة أن تحقق العدالة وأن تدافع عنهم ويصدر القرار لإيصال حكم محامي مثل ما يحصل في كل المحاكمات السابقة أن المحامي يدخل ويدافع عن المتهم وممكن أن يبرئه هل كنت تعتقد أنك قادر على جلب البراءة للمتهمين الذين وكلت عنهم طبعاً تأسيس المحكمة وعدة له قبل الاحتلال بسنوات يعني منذ عام 1991 بالضبط عام 92 تحركوا حزبين الكرديين في المحافل الدولية لموضوع حلبشة وموضوع الأنفال لمحاكمة النظام الوطني وتحركوا الكويتيين أيضاً على موضوع اجتياح الكويت لكن دوائر يعني عربية وخليطية خصوصاً لم تسمح ورفضت الماضي بهذا الأمر في عهد كلينتون يعني تم الحديث عن هذا الموضوع وأيضاً فشرت المساعي بتمرير يعني هو أدرج في قانون تحرير ما يسمى بتحرير العراق عام 1998 نعم نعم يعني حضره فيما بعد فعدما دخل المحتل الأمريكي وكان الحاكم المدني بولو بريامار أصدر القانون رقم واحد لسنة 2003 تأسيس المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية نعم المتعارف عليه يعني في القانون الدولي أن قوات الاحتلال البلد المحتل غير بسموح لها على الإطلاق بتغيير قوانين البلد المحتل وتدخل في قوانين وإنشاء محاكمه نعم أجري التحقيق على ضوء هذه المحكمة من قبل قضاء التحقيق معدوا لهذا الغرض عام 2004 تحديداً في الأول من تموز عام 2004 الرئيس و 11 مسؤول من العراقيين بينهم يعني علي حسن المجيد سلطان هاشم صابر الدوري سبع إبراهيم وطبان وآخرين نعم في الشهر العاشر تحديداً فيه 18 عشرة 2004 2005 بدأت المحاكمات طبعاً الإرشيف العراقي الذي ضمن الوثائق كأدلة في هذه القضايا وفي قضية الجيلة ومعاقبة من قضايا أخرى تم الاستلاع علي خلال أحداث عام 91 في مدن شمال العراق السليمانية واربيل ودهوك وقسم من الوثائق في كاركوك يعني ملائل الوثائق هذه الوثائق تم نقلها إلى أمريكا بعد سنتين من الاستلاع عليها دعني قاطعك هنا بس أستاذ سليمان فقط هذا الكلام حضرتك الذي الآن تحدثت به هذا يؤكد مرة أخرى سؤالي نعم ويعيد مرة الأخ إلى الطاولة هذا السؤال هل كنت تعتقد في ظل هذه الظروف اللي حضرتك تشرحها نعم محكمة غير شرعية نعم في ظل نظام احتلال غير شرعي في ظل تسلط واستبداد وتدمير للعراق نعم وأنت تذهب إلى المحكمة للدفاع عن رموزهم تعمدوا لإنقاء القبض عليهم لإنهائهم هل كنت تعتقد بأنك قادر على أن تجلب لهم البراءة أو أن تدافع عنهم أن تعطى لك الفرصة للدفاع عنهم بشكل صحيح وحقيقي أتحدث عن نفسي وحسب معلوماتي عن الزملاء المحامين اللي كانوا معي نعم وعن المعتقلين وعلى رأسهم الرئيس صدام حسين نعم يعني أحنا وجودنا بالمحكمة كشهود للتاريخ نعرف أن لن نستطيع أن نفعل أي شيء والرئيس تحدث بهذا الأمر والمعتقلين تحدثوا قالوا لن تستطيعوا أن تفعلوا لنا أي شيء وأن هذه محكمة مسيّسة ومحكمة احتلال يعني هم الخصر وهم الحكم لأنه كل قضاة المحكمة من مكون طائفي ومكون قومي يعني تريد أن تقول أن المحكمة كانت مسيّسة وطائفية نعم نعم كل تأكيد يعني من خلال الأسماء أنا أتحفظ على أسماء القضاة نعم ولكن إذا ما أردنا نكشف عن أسماء القضاة كل هم مكون طائفي أخر وهم مكون عنصري قومي نعم هذا الأمر الرئيس بنفسه قال أنا أريد تركزون على موضوع الإعلام تنقلون القضية إلى وسائل الإعلام وتوثقون للتاريخ زيان ما يجري من محاكمات وما سيجري لاحقا نعم فأنا على قناعة تامة أننا لم ولن نستطيع أن نفعل أي شيء لكن الآن أنا موجود زيان أوثق لذلك لتلك الممارسات وما جرى من إجراءات تعسفية ظالمة غير مشروعة لكن قمت بدوركم كمحامين مثل ما هو مطلوب منكم يعني كمحامين أنت مارست دورك مثل ما تعتقد أنه صحيح نعم لكن مدى قناعتك في قدرتك على تحقيق شيء هذه هذه شكل آخر لكنه يعني هذا ما يعني نعمل نكشف عن أننا استطعنا أن نبلي بلاءا حسنا ونكشف عورات المحكمة والقائمين عليها والممارسات التي جرت في المحكمة بأدق التفاصيل طيب هذا الكلام ما وصلت للأمريكان نفسهم اللي مشرفين على المحكمة وربما ستتحدثني عن هذا سؤال أشكرك على هذا السؤال نعم طبعا كان يرافقنا منظمات دولية هيومر رايتس ووتش منظم تلعافو الدولية ومنظمات أخر مجلس حقوق الإنسان بالممتحدة لأن مطلوب المجلس حقوق الإنسان سنويا يقدم تقرير عن كل دولة وممارساتها وما يجري في يعني وبينهم خاصة جماعة هيومر رايتس ووتش وكتب عن مثالب وعن سلبيات هذه المحاكمة خاصة الديجيل والأنفال في الديجيل والأنفال كانوا متواجدين معنا هم كانوا معدين أن يكملون إعدام الرئيس ويتوقفوا ويسحبوا أيديهم وفعلا هذا اللي حصل يعني بعد ذلك سلمت المحكمة إلى جهة عراقية نعم نعم سوح الأمريكان وراء قضية الأنفال بعد إعدام الرئيس التقى بنا هي يسموها يعني المحكمة الجنية العراقية العليا تصرف عليها السفارة الأمريكية يعني هكذا يعني بهذه الحروف ومشؤول عنها هو أمريكي ومعه خبراء مستشارين يعني مستشارين للقضاء مستشارين للإدعاء العام مستشارين للمحامين الموظفين في المحكمة طيب دعني أسألك أستاذ سليمان يعني على هذا الكلام أتوقع أنك استقول لي أنه من اختار القضاء من اختار الادعاء العام من اختار كل الأفراد الذين حاكموا هم الأمريكان حصل هذا؟ الأمريكان تأسيساً وإدارة وإشراف وتمويل وحتى تدخلوا في كتابة القرارات قرار الدجال وقرار الأنفال هذا مؤكد كان هناك محامي كندي اسمه ويليام بيلي وايلي هذا مشارك بحداث عام 90 حرب الخليج نعم جندي من القوات الكندية نعم جاء إلى المحكمة يعني طلب من وحدة المحامين اللي يدافعون عن المتهمين في حالة انسحاب المحامين الأصليين نعم فهذا كان يعد لوائح ويتدخل بتدخل سافر مباشر بقضايا المحامين الأصليين و يعني هو جزء من المحكمة جزء من المحكمة مستشار للمحامين نعم بس كان يعد يدخل بشؤوننا ونحن ما نسمح له ما نسمح له المحكمة عينته نعم نعم حتى أني في قضية الدجال أثناء كتابة اللوايح أرسل لي رسالة تهديدية خطية بخطية التوقيعه نعم ماذا قال فيها قال عليك أن تعيد لائحة وتمكنني من مشاهدتها وتدافع عن موكلك طه يسير رمضان وفي حالة عدم استجابتك فسنبعدك عن المحكمة يعني هو لا على خلاله وريد يطلع على مرافعتك نعم قبل ما تقدمك نعم يريدون يمررون يعني يسرعون بتعجيل تمرير المحاكمة وإزار القرارات لأن قضية الدجال استمرت تقريبا سنة وشهر سنة وشهر وأربعين جلسة تدخل كثيرا لدي يعني ما يثبت هذا الأمر نعم وذلك أين ذهب هذا الشخص ولا يستمر معاكم طوال طوال هذه الفترة هذا بقضية الأنفال مع الأمر كان انسحب أكمل كل شغله وترك حتى الكمبيوترات وال الأوراق اللي كانت موجودة لأن كانت واجد معنا في مقرق قامتنا قصر من قصور رئاسية داخل المنطقة الخضراء قصر بالقبتين أنتم كنتوا تقيمون كمحامين في هذه المنطقة لماذا؟ الأمريكان بعد اختيال المحامين أمنوا لنا شكنا وتكفلوا بنقلنا استقبالنا من بوابات المنطقة الخضراء في قرارة مريم وإدخالا إلى المحكمة وبالعكس فخلال فترة المحاكمات كانوا قد عدوا لنا سكنا في داخل القصر الجمهوري في مكان هو مطعم تم تحويره من مطاعم القصر الجمهوري نفسه هذا ورتبوا لنا كارفانات في الساحة هو كان أصلا مهبط من الطائرات وقاعد اجتماعات وكمبيوتر واكسسوارات الكمبيوترات حتى لا استطيع أنه يعني وفروا لكم الحماية والتواجد نعم يعني أسألك مرة أخرى سؤالين الآن نعم سؤال الأول يعني هل هل تعتقد مرة أخرى هل تعتقد أنه الأمريكان هم من عينوا القضاء وكل كادر هذا الستاف الذي في المحكمة هل لديك يعني معلومات عن هذا الموضوع والموضوع الآخر لماذا تعتقدون إذن أنه الأمريكان سيغيبون الحقيقة لن يجعلوكم تدافعوا لن يجعلوكم قادرين أن تستحصلوا البراءة يمكن إذا كانوا يدافعون عنكم ويحموكم ويفرون لكم بالسكن ألم يغير هذا من توجهكم من فكركم من رؤيتكم مرة أخرى هم ليس محبة بنا ومن ولنا الحماية نعم كما قلت لحضرتك أرادوا تمرير المحاكمة وإعطاء الشرعية على أنه احنا وفرنا دفاع قوي للمتهمين نعم هذا هو الموضوع نعم أما بداية سؤالك في الأول عن الأمريكان هل هم الذين عينوا القضاء وستاف المحكمة أو ماذا هو المدير إداري للمحكمة هو سالم الشلبي ابن أخذ ابن أخ أحمد الشلبي نعم هذا هو علاقات مشبوهة مع دول معادية يعني معروفة وعلى يعني علاقاته واضحة فالقضاء للأمانة وجنسيتها في شنو جنسيتها جنسيتها أمريكية أمريكية أصل عراقي نعم لكن يحمل الجنسية الأمريكية نعم نعم فالقضاء تم تعيينهم من قبل الأحزاب الطائفية والأحزاب حزبين الكرديين كيف نسبة هذا الأمر دعني قبل يعني متخبرني بهذا الموضوع الأحزاب رشحت مجموعة أو عينت مثل ما تحدث حضرتك مجموعة القضاء أو الأستاف كله للمحكم نعم لمن تقدم هذا الترشيح للأمريكان والأمريكان يوافقون عليه أم ماذا هناك الأمريكان عينوا مدير رئيس المحكمة رئيس المحكمة هذا اللي حضرتك ذكرت تشلبي فيما بعد 2005 لأنه تشلبي بدأ وانسحب لأسباب مختلفة واتهم بقتل مدير التنجيل العقاري على ما أذكر ولوحق وطورد فتم إبعاده أستاذ سليمان دعني نتوقف فاصل لأن الفاصل يعني الآن قد جاء وقته ونكمل هذه القصة عزيز المشاهدين فاصل ونعود إليكم إن شاء الله أهلا ومرحبا بكم أعزيز المشاهدين وألتقيكم بالجزء الثاني من حلقتنا في هذا اليوم شاهدوا شواهد وضيفي وضيفكم الأستاذ المحامي سليمان الجبوري أهلا ورحبا بكم أستاذ أهلا الله كنت قبل الفاصل قد سألتك يعني وكنت تتحدث لي إن الأحزاب هذه التي جاءت مع الاحتلال في عام 2003 ومع تشكيل هذه المحكمة هي من كانت ترشح القضاة وترشح كل الادعاء العام وكل استاذ المحكمة عدى المحامين وطلبت من عندك قلت لك يعني هل هذه الأسماء تقدم للجانب الأمريكي والجانب الأمريكي ومن وافق عليها ما دام أنه الأمريكان المحتل هو الذي أسس المحكمة هو الذي يشرف عليها هو الراعي لها هو الذي يريد إنجاز يعني المهمة الموكلة لهذه المحكمة كيف كنت ترى الأمور تحديدا بشكل رسمي انسحب الأمريكيان من مشؤولية في إدارة المحكمة والإشراف على المحكمة عام 2008 نعم هذا مستقردية في كتاب يعني طوال السنوات هذه من عام 2003 لغاية 2008 هم مسؤولين عن هذه المحكمة مشرفين عليها نعم شراف تام شراف تام حتى من الناحية المادية ما يسمى بالمتهمين هم تحت تصرفهم وموجودين معهم في كامبغروبر فقط يأتون بهم إلى المحكمة يحاكمون ويعيدوهم من كل النواحي يعني جميع القضاءات والموظفين والإمتعاء العام والمحامين كلهم يدارون من قبل الأمريكان نحن كمحامي دفاع كان يستقبلنا الأمريكان يستقبلونا من البوابات ويأخذونا إلى القصر قصر يسموه بلاك هوك زين القصر والقبتين ويأخذونا إلى المحكمة ويعيدونا إلى القصر ويأخذونا إلى كامبغروبر لمواجهة المحتقلين بطائرات أحيانا بلاك هوك أحيانا هناك قوة اسمها الماريشال هي التي تتكفل بنقلنا إلى كامبغروبر وبالعكس يعني عربات الهنفي و أحيانا يعني الدبابات الأمريكية تراحقنا سأسألك عن هذا السيد سليمان وتحدثني عنه الحقيقة لكن يعني في هذه التفصيل الدقيقة أنا استشف من هذا الموضوع يعني أنتم كمحامين ربما يوفرون لكم الحماية وحضرتك أشرت إلى أنهم كانوا يريدون أن يقول العالم أنهم وفروا محكمة شرعية فيها محامين ودفاع وقاضي وهذه التفاصيل أنتم يعني غير متكفلين غير معينين أنتم غير موظفين لكن القاضي والمدعي العام ومساعدي القاضي وكل استافي المحكمة هذا جزء من وظيفة من كان يعطيهم الرواتب هل لأمريكا مخصص يعني أنا بالضبط إذا كان فيه 50 مليون دولار خصصت المحكمة خصصت أمريكا 85 مليون دولار للمحكمة إذن هي من توفر لهم طيم الرواتب لكي يحاكموا نعم هذا مؤكد هذا الشي زابط نعم ونحن يعني عندما تم الانسحاب الأمريكان ألقوا بنا في الخارج نهاية عام في نوثمانيا تكفلنا بأنفسنا وبالدخول والخروج هذا ما يتعلق محنا كمحامين أصلين أما المحامين المعينين الموظفين المعينين من قبل المحكمة شرطي ليدخلونا وكان يلعب بنا لعب يعني دعني أسألك يعني حتى تكون الصورة واضحة للمشاهد نعم نعم ربما كثير من المشاهدين لم يشاهدوا المحاكم إلا عبر الأفلام عبر المسزلات ربما والبعض قد شاهدها لكن في كل الأحوال هكذا هي وانت تصحح لي إن كان ذلك خطأ اللي لم يتوفر للمتهم محامي تقوم المحكمة بتعيين محامي من قبلها نعم هؤلاء الذين عينتهم المحكمة جاهزين لكنهم لم يمارسوا دورا أنتم من مارستوا دور هذا بضضضضض لكن هؤلاء موجودين كانوا نعم وجزء من ستاف المحكمة نعم هؤلاء من وين ذولا أيضا ينتمون يعني واحد منهم تحدثتني عنه هذا الكندي هذا مسؤول المحامين المنتدبين اللي يدربهم على مسؤولهم نعم الباقيين هل هم من العراقيين من العراقيين كلهم عراقيين لكن أيضا يعني ينتمون إلى مكون يعني حتى لا أكون مجانب للحقيقة أيضا الأحزاب يمكن واحد واستقال من الأنبار لا أريد أن نذكر اسمه نعم كان من المكون السني أما البقية كلهم من مكون آخر ومن مكون قوي نعم جيد لا بل أن البعض منهم لديه مشاكل سابقة مع النظام الوطني ومثلا لديه معدومين أخوان أو كان بحجب الدعوة أو كان بالحجب الشيوعي وتم القبض على إخوانه وقتله لكن جزء من المتهمين أيضا يعني تختلف انتماءاتهم المذهبية جزء من المتهمين كثير يعني من المتهمين المتهمين ليسوا كلهم من يعني من طائفة واحدة نعم طائف أيضا طائفة مذهبية مختلفة ربما أنا أستطيع أنا أعد لك يعني أسماء لا يتجاوزون يعني عشر أشخاص نعم هذا الموضوع لم ينظروا لهم من جانب طائفي ومن جانب قومي هذا الأمر لا يهمهم ولا يعني لأنه هم عقلية ثأر وانتقام وعقلية إيرانية نعم مو لأنه هذا من مكون الفلاني وهذا من القومية الفلانية نعم وهم معدودين يعني وقسم توفاهم الله يعني من لكن أرجع وأقول أحد المحامين من المدافعين عن المدعين بالحق الشخصي نعم لاحظ هذه المفارقة تم تعينه محامي دفاع عن المتهمين هو كان قبل قضايا أخرى كان ضدهم شاهد عليهم محامي دفاع عن المشتكين نعم أو عن المدعين بالحق الشخصي يأتي لكم محامي دفاع هذه عليها رواتب طبعا رواتب مزية يعني راتب كان من 6,000 إلى 8,000 دولار شهريا نعم قانون نقابة المحامين ما يجوز الجمع بين الوظيفة وبين موارسة مهنة المحامات هذا ثابت واضح قانون قانون نقابة المحامين العراقيين لا يقبل الجمع لا يقبل الجمع بين الوظيفة وبين موارسة مثل محامة طيب القانون العراقي يقبل بإقامة مثل هذه المحكمة التي تحدثت عنها المحكمة هذه الخاصة التي يشكلها قبل الدستور الدستور هذا دستور مكاسية ما يقبل في عام 2005 لكن قبل شكلة المحكمة حتى إذا نرجع على دستور 70 أيضا لا يجوز تشكيل محاكمة استثنائية وخاصة حتى قانون يدارة الدولة العراقية هذا على أساسه بالله مثابت وواضح به ماذا يقول يعني أنا ما أقدر أقرأك النص إلا يعني أكد لك هو أنه لا يجوز تشكيل محاكم خاصة واستثنائية هذا بالبادل معنا يعني إذن المحكمة من الأساس غير شرعية طبعا وخارج عن باطلة باطلة يعني محاكمة خصوم لخصومهم السياسيين والخصوم هذول هما أدوات كانوا للمحتل الأمريكي والإيراني يعني الآن أنت حضرتك ستتحدث عن خلل بنيوي في تأسيس المحكمة أساسا من الأساس هي كل بقانونها وبإدارتها وبقضاتها يعني التأسيس والمحاكمات والأحكام وكنتم تعرفون هذه الحقائق منذ اللحظة الأولى اللي اشتركتم بها من الدفاع عن المحتل نعم لكن احنا مارسنا عماننا كمحامين بكل مهنية استنادا إلى الأدلة والوثائق اللي موجودة بالدعاوة ففندنا الكثير من المزاعم لكن كنتم تعرفون أنه النتيجة واحدة نعم نعم وأنه القرار القرار معد مسبقا أكيد هكذا كنتم تشعرون يعني الشعور هو والوقاع كانت تجري الوقاع نعم ثابتة يعني أنا أتحدث لك هم أسسوا القانون المحكمة حتى أيضا وضعوا له بالدستور عقبات كثيرة ومعضلات كثيرة وعصي يعني رئيس الجمهورية مسموح له العفو عن عدة متهمين من جرائم أو محكومين من جرائم إلا في جرائم الدولية جرائم الدولية اللي وفق هذا القانون يعني القانون المادة 73 من الدستور العراقي أعطت لرئيس الجمهورية صلاحيات لاستثناء الجرائم الدولية اللي هي بالقانون رقم 10 تتحدث عن دستور 2005 نعم نعم دستور 2005 والقانون رقم 10 لسنة 2000 قانون المحكمة الجناية العراقية العليا المنحلة رقم 10 لسنة 2005 أيضا بالمادة 24 ما يجوز ولا يسمح بالعفو ولا تدخل أي يعني لا رئيس الجمهورية ولا أي مسؤول ولا رئيس وزراء يعني العفو أو بطلاق السراحة أرجع إلى المادة 73 من الدستور العراقي منعت رئيس الجمهورية من إصدار العفو عن مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية والمادة العشرة والمادة الحادية عشر جريمة ضد الإنسانية والمادة الثانية عشر جريمة الحرب ودخلوا قضية أخرى تبديد الثروة الوطنية والمال العام نعم يعني الفساد المالي والإداري أنا سألتك يعني في أي دستور هذا اللي جاي لأنه بول بريمر الحاكم السيط هذا الحاكم الأمريكي المدني للعراق منذ عام 2003 لغاية حزيران 2004 هو الذي أصدر أمر تشكيل هذه المحكمة ليس ذا كذلك؟ نعم من غير السناد إلى دستور أو حتى مخالف لقانون إدارة الدولة شاعة قوة الإنسان يعني كل القوانين العالمية والقانون العراقي والدستور العراقي ما يجوز الدولة المحتلة أن تغير فيه قوانين بلاد المحتل أو أن تقيم محاكم بشكل محاكم بالعودة إلى حضرتك سليمان أنت قررت أن تأتي للدفاع عن عدد من المتهمين كيف يعني جرى هذا أنت في الموصل نعم والأوضاع كانت في العراق عموم العراق فوضى عارمة والطرق خطورة التنقل على الطرق قضية كبيرة جدا وأنت لك عائلة ومحامين قتلوا وتهديدات كبيرة والبلد في فوضى طائفية وقضية كبيرة جدا والأمريكان معهم الذين أسسوا وهم الذين يحتلون العام يعني ما الذي جعلك تغامر وكيف جرت هذه القضية شون انتقلت شون كنت تنتقل دخولك إلى هذه المنطقة الخضراء وإلى المحكمة شون جرت يعني أنا نريد أن أضع المشاهد في صورة هذه المحكمة في صورة المحامين وأنت يعني مثال منهم نعم ربما الآخرين في بغداد يكون يكون في ديالة يكون في الموصل يكون في البصرة ما أعرف وقسم جاءوا عرب جاءوا من الخارج وقسم أجانب جاءوا من هذا التنقل الغريب العجيب في ظل يعني أجواء ومناخ وأرضية ملغومة نعم وكلها ضدك وكلها ضد مع قرارات هذه المحكمة باتجاه القوى المسيطرة على الأرض بهكذا تريد كيف يعني ممكن أن تشرح لي هذا لكي تضع المشاهد في صورة ما كان يحصل بالضبط نعم لا أدعي إذا قلت أني يعني أمتلك من الشجاعة ومن الجرأة دائم بالتأكيد شجاعة وجرأة بالتأكيد وبوعي وبعقلانية وبقناعة تامة اتجهت إلى الاتحاق بفريق الدفاع عن المعتقلين نعم في وقت عرض عليها الدفاع عن أستاذ طهي سي رمضان نعم نائب رئيس الجمهورية وأثناء ترافع عنه في قضية الدجيل كان هناك استعدادات للدخول في قضية الأنفال قضية الأنفال فيها الفريق أول الركن سلطان محمد ودير الدفاع رحمه الله نعم ف استاذ طهي سي رمضان عرض علي أنه أتوكل عن بالدفاع عن الفريق سلطان إذن لم تكن لك معرفة سابقة بك أبدا لم تلتقي به أبدا لم ألتقي به ولم ألتقي بأي مسؤول من النظام الوطني أنا فيما يخص يعني كل المعتقلين أنا لم ألتقي بهم لما قد ألتقيت بهم من قبل فيما يخص الفريق الأول ركن سلطان هاشي محمد رحمه الله يعني البعض يعتقد أنت من الموصل نعم وهو من الموصل نعم وما تكون لكم علاقة قرابة صداقة هكذا ربما يعتقدون لذلك التدافعات عنه أو لأنه من مدينتك تعزبا لمدينتك أو تحيزا لمدينتك لم أدافع عنه كونه من أبناء مدينتي نعم ولم أدافع عنه كونه وزير دفاع في البداية لا تعرفه أساسا نعم أعرفه كشخص حسن السيرة والسلوك ودمة الأخلاق والناس تتحدث في سيرته كما العراقين يعرفونه كوزير للدفاع وهذا سأنتهي على ذكره بالترصيل يعني إن شاء الله هو الرجل اختارني لماذا أنا قريب من المدينة وراح أكون قريب إلى أهله وكون حلقة وصل بالمناسبة أحنا كمحاهمين أيضا كان لنا دور بإدامة الصلة بينهم وبين عوائلهم تطمين عوائلهم عليهم وتطمينهم على عوائلهم كم عددكم كنتم؟ يعني المحاهمين في الداخل كنا أربعة فقط أربعة نعم يعني أنا يعني ثلاثة أخرين معا بدأ الأستاذ الزني اللي أوجهه وتحية بدأ عواد البندر السعدون ابن عواد البندر اللي كان رئيس محكمة التوراة رحمه الله وعدهم وكان المرحوم خميس العبيدي وكان المحامي ودود فول شمس الدين ذولا ألم يصفوا ذولا قبل ما تلتحق أنت أم التحقت وتم تصويرهم قبل اللي صفوا أنا مكنة موجود ساعدون عنتر الجنابي وعادل العبيدي نعم قبلهم نعم قبلنا نعم بس خميس الله يرحمه بعد ما التحقت يعني أتمنى أن نفرض له قصة يعني حتى للرأي العام كيف تم اغتياله والثغرات اللي أدت إلى متابعته وملاحقته واللي سببوا به هم الأمريكان أنفسهم يعني كان هم يتحملوا مشؤولية هذا الاختيال بعد ما اغتيل خميس العبيدي قلت احنا أربعة هناك محامين في الخارج عراقيين في الخارج يعني ظروف الأمنية تحتم على عليهم أن يكونوا في الخارج لمسنا أي محامي يتوكل عن الرئيس يتم استهدافهم وملاحقته فالمحامين العراقيين والعرب والأجانب يعني المحامين العراقيين كان محامي واحد محامي يعني هو رئيس سيئة الدفاع عن الرئيس ومعه محامين عرب من مصر والمحامي بشر الخليل من لبنان والمحامي القطري نجيب النعيمي ومحامين أردنيين زياد النجداوي وصالح العرموطي وعصام الغزاوي هؤلاء المحامين اللي كانوا أما مثلا عن أستاذ طارق عزيز كان هناك محامي فرنسي ومحامي إيطالي سامي كلارك وغيره بالضبط سامي كلارك وكيرتز دوبلر محاميين أمريكيين يعني كيرتز دوبلر كان يدرس بجامعة النجاح في فلسطين هؤلاء جاءوا في قضية الدجيل وبعض الجلسات من قضية الأنفال بعد إعدام الرئيس في الجلسة الرابعة والثلاثين الواحد ثلاثين الاثناش الفين وستة جميع المحامين انقطعوا تمام هذه سنصلها إن شاء الله لكن أريد أن أعود مرة أخرى ما هي الإجراءات التي تتخذت معك وانت تدخل من قبل سلطات الاحتلال وانت تدخل لأول مرة إلى هذه المحكمة كيف وجدت هذه المحكمة أي كانت شكل هذه المحكمة أنا كما ذكرت من البداية وقدمتني أنه مدينة الموصل وكنت أسلك الطريق المؤدي إلى بغداد عن طريق بيجي صلاح الدين ومرورا بالدجيل والطارمية والمشاهدة هذا في أي سنة كنت تتحدث الفين وستة كانت فوضى عارمة في قمة الطائفية وتفجير المراقل الأئمة في سامراء نعم والطرق كلها القطرة طبعا وهناك عصابات تخطف على الطرق وهناك ميليشيات كل شيء يعني هناك قصص كثيرة وأنت مرصود يعني اسمك الآن معروف نعم اسم معروف لكن الذي خدمني أني أنا ما فرطت بجانب الأمني كيف؟ لم أرجح الشهرة والنجومية وتسليط الضوء عبر وسائل الإعلام على شخصيتي نعم بقيت بعيدا عن وسائل الإعلام رغم أن الحاح الأمريكان أن أظهر داخل المحكمة أثناء المرافعات لماذا كانوا يلحون على هذا الموضوع؟ كانوا يبغون تصفيتك يعني؟ لا حتى تكون مقيد تكون تحت تصرفهم ويسيروك مثل ما يريدون وما تكون موجود يعني أما بالنسبة لهم يريدون يخلوك خارج يعني العراق يعني أغلب المحامين خارج العراق يعني داخل العراق استشدوه بقوا يعني قلت لحضرتك إحنا ثلاث محامين أنا و الأستاذ بدر والمرحوم وخميس وودود يعني دعني استفهم يعني الأمريكان أنت تعتقد أو هكذا ترى أو من تصرفاتهم أو فكرهم هكذا كانوا يريدون أن تهدد أن تتعرض إلى التهديد لكي يقولوا لك اذهب إلى خارج العراق نعم ولماذا تذهب إلى خارج العراق؟ ما الذي سيفيدهم في هذا الموضوع؟ أنا كنت أريد أبقى مع موكلية أديم الصلة بهم نعم وأتواصل معهم وعند رسالة أديها والذين في الخارج يأتون بهم في يوم المحاكمة ويعيدونهم؟ نعم هناك قوة الماريشال يعني فقط الفترة التي يكونون فيها داخل المحكمة يأتون بهم إلى داخل المحكمة تنتهي الجلسة ينقلهم إلى الخارج هكذا كان يجري؟ يعني بعض الشيء هناك مكان إقامة أحيانا نبقى أسبوع نبقى أربعة أيام نبقى داخل مقر الإقامة التي هي وأنه ولا الأمريكان يعني نحن نأتي أنا أقصد المحامين التي تتعرض أنا أحنا كمحامين داخل كيف نأتي ندخل عبر البوابات وعبر رقم واحد وعبر رقم ثلاثة بوابات دخول وبوابات هروج منطقة خارجة مريم ويمنون جارة الدفاع هناك عدة نقاط تفتيش تشيك بوينت سونار وكلاب فوليسية وصيدرات مشتركة من العراقيين ومن الأمريكان إلى أن نصل إلى النقطة الأخيرة يكون الأمريكان في انتظارنا قوة المريشيال هذه اللي كانت توفرنا الحماية وتدخلنا فيأخذونا نقف يم فندق الرشيد نعم بالضبط مقر يعني مركز انطلاقنا وانتظارنا في الشارع على الرصيف قرب فندق الرشيد تأتي القوة هالي وتأخذنا بسيارات دفع رباعي إلى داخل القصر الجمهوري اللي متخذين منه يعني قسم لنا احنا نباك فيه في اليوم الثاني صباحا يأخذونا إلى المحكمة هذا بالنسبة لنا احنا محامي الداخل اما محامي الخارج نعم فيستقبلوا من المطار احيانا يطلعون للطائرة عليهم ينزلوهم من الطائرة قبل ما ينزلون كل المسافرين نعم او بالعكس ينزلون المسافرينهم وبالاخير نعم يأخذوهم منهم الطائرة بسيارات دفع رباعي مضللة زين ويأتون بهم إلى داخل منطقة الخضراء نلتقي سوية قبل 24 ساعة من المحاكمة نعم خلال المحاكمة اذا كانت يوم او يومين او ثلاثة ايام نكون كلنا متواجدين يعني مشتركة الحماية والتواجد والاكل والشرب والاجتماعاتنا محامي الداخل ومحامي الخارج هذا بين بعضكم لكن لا تلتقون بالمتهمين نلتقي بالمتهمين بالمحكمة فقط لا من غير المحكمة كانوا يتصلوا بنا الامريكان طيب هذا ربما سنوجل إلى حلقة أخرى لكن يعني أنت وصولك إلى فندق الرشيد هذه النقطة أريد مرة أخرى نعود كيف تصل إلى فندق الرشيد لكن سأوجل هذا الحديث للحلقة القادمة إن شاء الله وقت هذا الحلقة قد انتهى أشكرك شكرا جزيلا وأشكركم وشكرا موصولا لكم أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى لنكمل مشوارنا مع المحامي الأستاذ سليمان الجبوري وحديث عن تشكيل المحكمة وكيف دخل إلى هذه المحكمة وما جرى فيها وصولا إلى الحديث عن الدفاع عن الفريق أو الركن سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع العراقي قبل عام 2003 إلى ذلك الآن أودعكم وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر